ما تزوائيني يا ماما أوامي يا ماما ما تزوائيني يا ماما أوامي يا ماما ده عريسي حياخدني بالسلامة يا ماما لا لا إلا الله هو البيت كان نقص عهد آه الله يا حجة سنكفولة نسيت المجلة بتاعتك آه الويرث اللي سبهوا لنا أجدادنا العظماء مش اي لازمة الوزة والبطة هه هممم سми شوفتي اللي بيحصل لنا يا ماميمي هتباهدلنا قوي إن الشكل بي看到 وحش قوي والدم سيف يترب يقول عليها إيه دلوقتي ماما ميمي أنا مبرحة فضحت في النادي في ضيحة بجماجب بجلاجل جلاجل؟ إيه جلاجل؟ وبعدين الجماجب متخوف أكتر بكتير قوليلي يا ماما ميمي عايزة تسيبي شعرك كيرلي ناترل كده ولا أعملك بريد؟ لا اعمليلي بان نيلي نيلي الحيا نيلي أنا لقيت رسالة في المجلة اللي سيبها لنا جده بيقول فيها هنوصل للفلوس إزاي؟ إيه إيه حاج مالك حيا نيلي حيا نيلي حيا نيلي حيا نيلي حيا نيلي يا ماما ميمي هو اللي خطفتك مجلاجل حيا نيلي يا ماما ميمي أخذي خذي خذي مجلاجل ما تزعليش يا ماما ميمي I'm very sorry ومن فضلك إيه دي بقى شوية عشان نفهم الموضوع ونروح بيتنا وإنتي بليز انجيزي عشان هيا مش هينفع تفضل كده 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 طبع أعمل لها إيه ما هي المكنتش رادية ولا تسيبي المجلة ولا تسيبي أبتي ما تسيبي لها المجلة يا شريهان الست ما فيهاش نفس لا يجرى لها حاجة يا حبيبتي ويحسبوها علينا يا بني قدمة ونخش فيها السجن عبوس إيدي يا خالتي سيب لها المجلة إزاي بقول لك جدنا سايب لينا رسالة بيقول لنا هنلاقي الصروة فين انتي هابلة يا بنتي صروة إيه اللي هنلاقيها بعد كل السنين دي هو أنتو بش قلتو إن جده فلوسه اختفت وسب لكو المجلة دي أيوة وعمو عبدالله قال إن آخر حاجة جده قالها قبل ما يموت إن الصروة في لغز ميكي آه آه أوكي ومين بقى يا تيزة اللي كان بيقالي في الكلمات المتقطعة دي مش هو مم أنا بقى حليت الكلمات المتقطعة دي وفهمت منها كده إن هو تقريبا سايب لنا فيها رسالة رسالة إيه وسروة إيه اللي في الكلمات المتقطعة دي أهو اسمعها عشان تصدقيني إلى من يقرأ الرسالة إذا أردت الوصول للصروة الحل لغز ميكي ده كلام جنرال قوي هو أصلاً مش عارف هو بيكلم مين طب هو كان عارف يعني مين اللي هيحل الكلمات المتقطعة بس أنا مش فاهمة يعني إيه الحل لغز ميكي مش المجلة كلها لغز ميكي يا بيت لغز ميكي يا بيت اللي بيبقى في أول صفحة هو مش فاهمة برضو بيقول إيه يعني و أنا معرفش أنا كمان أنتوا فاكرني يعني فاكوكة قوي و أنا بقالي ساعة مش فاهمة حاجة ولو قعدتي ست سنين مش هتفهمي حاجة ما تقولين نحنا يمكن نفهم لا والله طب اسمعي يا خالتي اللغز بيتكلم عن سرقة خزنة في مكتب راجل اسمه الضمنهوري والمحقق ميكي بيعرف اللي سرق من رقم الخزنة اللي لقاه في جيب الحرامي حد فاهم حاجة؟ أه التشاش يعني طب منفك بماما ميمي هي تفهمنا يحتي نفكها نعمل بيها إيه ما المجلة معاها بقالها سنين لو كانت عرفت كانت حلتها كان القرد نفع نفسه القرد برضو واتقفر على فكرة اللي بتتكلموا عنها هدي جدتي يعني لو محترمتوش نفسكم هسيبها عليكم طب إحنا نعمل هي دلوقتي ولا حاجة إحنا الرؤلس يا عبدال يمكن يا رفيح الله مع إنك ست بيئة وويرد جدا بالنسبلي وبكراهك بس جود آيديا من الهرت للهرت رسول يا حبيبتي سانكي يو نفكر ماما ميمي بقى اللي وسمعك لا استنى قبل ما نفكر ماما ميمي دي بقولك يا حاجة أنا هفكك بس عفا لو عضتني شايفية هي بريموسنت حرم عليك طيوبة قوي مواميمي دي طيوبة بص بلسم لا لا عزبهيه بس لو طبطت لحركات عدية أنا متشكلة قوية صيف انت رديد تيجي معينا في مشوار ده هنا عرفة أنا بتعبك معايا بس ما كانش عندي حد غيرك أكلمه كان نزومه إيه بس تتعبين معانا ما كنا خدنا مكروباست تليز تليز ما تجبليش سيرة الشيء ده تاني أفر ده كان أسوأ يوم في حياتي أنا مش أحكي لك كل اللي حصل هقولك موقف واحد بس صغير كان فيه ستة قاعدة جنبي بتردع ابنها مش من الببرونة طيب وإيه المشكلة؟ ما عنديش مشكلة بالهنة والشفا بس الليلة لما الطفل يخلص الردع يشقطع كلها عليا أشط اسمها الطفل أشط إنما يشقط دي هناك فعباس العقاد يا جماعة أنا كده كده ما عنديش أي حاجة وبعدين يا نيل أنت توموري طب أقول لك إيه يا برينسا والكاسك مش شغال ولا إيه؟ شغال طب إيه بيشغل شرايت ولا استوانات؟ لا فيه يو إكس خده شغل أنت عايزة لا لا أنا ملناش في الأجنبي يا ابن عمي شغلنا كده حاجة شعب جميلة اسمعي يا شوشو وديني رمضان آه حل وديني أنا كمان رمضان حشتوني قوي قوي أتعرفين من قدرة عادتي في السيجن اقتشافت إن احنا قوتنا في لمتنا أنت وحشتوني قوي أنا كنت متنجد أنكم مش هتغيبوا عني أكثر من كده ونقالديكوا تيجوا تزوروني على طول بس إحنا عايزينك في موضوع تاني خالص والله خير إحنا عرفنا إزاي هنوصل للصروة بتاعت جده صروة داد ازاي هاو فاكر المجلة اللي سابها جده اللي ماما وميمي مسكها طول الوقت ايوه بلى لقينا فيها ميسج من جده بيقولنا ازاي هنوصل الفلوس ميسج في المجلة ازاي هاو انا حلت الكلمات المتقطع ولقيت فيها رسالة بيقول فيها ان الصرف لغز ميكي حاولنا بقى نقرأ اللغز وما فهمناش حاجة ايوه هو اللغز بيبقى صعب شوية بس انتوا فاتتكم حاجة الحل بيبقى بالمقلوب دايما ايوه ما احنا حللنا بالمقلوب وما فهمناش حاجة برضو تب اقول لغز كم بيقول ايه بالثبت ثانية واحدة اتفضل ايه ده انتوا كيبتوا المجلة دي ازاي من ماما ميمي ازاي هاو ما هي خالتي حطت لها حبايتين ابا تريل في الشاي كومها اه ايش ممكن بنده ده انا بتربي على بنده سيبك من بندق وخليك مع ميكي عرفت تحل اللغز بس يول مسألة صعبة بس يمكن يمكن ايه يمكن يقصد بمكتب الدمنهوري ده المرسم بتاعه ايه علاقة الدمنهوري بمرسم جده المرسم بتاع جده كان في عمارة اسمها عبارة الدمنهوري نسبة لصاحبها حتى احنا كنا مسامين المرسم او المكتب يعني مكتب الدمنهوري طيب يبقى الحل في المرسم ده نوصل احنا للمرسم ده ازاي المرسم ده في وسط البلد بس مشينفع تروحه من غير بندق لانه بندق هو اللي مع المفاتيح مش وقت استذراف خالص يا عمه انجز بندق ايه يا بنتي انا ما بغزرش انا بتكلم جد نيلي ما تشوفي بابي عشان بيهزر جامد بابي لخص مين بندق ده بندق ده يبقى عم بنداري وده المساعد بتاع جده وكاتب اسراره الراجل ده هو اللي مربينا جده ما كانش بياخته خطوة من غيره بنداري يبقى بندق وبندق يبقى هو بنداري طيب احنا نوصل لبنداري ده ازاي بقى؟ بسيطة قوي انا معي اعنو اعنو سبحان الله يعني الحوار ده تلعب جد؟ شكله كده يعني جدك كان يقصد حاجة باللغز عشان نلاقي الكنزة بعدين بعدين بقى يا سيف نتكلم في الموضوع ده مرسي قوي يا جماعة انكم جيتوا معانا تحبوا بقى تنزلوا هنا ولا تنزلوا فان؟ ننزل ده ايه؟ احنا جايين معاك عند عم بندق جايين معانا ليه؟ عشان انا ليه في الفلوس زي ما انت ليكي فيها بالزبط انت اكيد مش في وعيك بقى ليه يا حبيبتي او مش جدي زي ما هو جديك؟ ايوة بس هو سابلنا احنا المجلة وسبلنا احنا الفلوس بقولك يا يا بيت انت الفلوس دي هتتقسم بالحق وشرع الله هو لو كان عايز سيبلكو فلوس كان يسيبلكو انتو كمان مجلة انت شكلك نصبة يا بيت انت وعايز تاكل حق حقك ايوة انت خلف انت حقق يا حبيبتي بالشرع والقانون تعالي نطلع على الاسم وعرفك يعني ايه حق؟ انت فكرانيها فيها ولا ايه؟ ده ناكلك صح يا كده لا انت شكلك بقى قالت لي انا بوعيزة تدرك مين دي لا انت؟ لا 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 انا ممكن عجلاب بك بس 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 مش عارفة سوق بتوتر ونساي طب تجيبها سوق انا شواء يا اخي ما تلمسنيش ومحاب بسوق عربيتي غيري اتجودة خلاص يا جماعة خلاص انا اصلا دلوقتي بفكر مع نفسي موضوع اللغز والمجلة وبندق وبنداري اي كلام فاكس يعني صدقي فعلا فاكس؟ ده حوار عبيت اساسا واحنا مش فاضين للكلام ده بالزبط ها قولولي بقى تحبوا تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ هنا فين يا ست الكل؟ هنا مانطا مقطوعة ولا في وطوبيس ولا مكروباس ولا توك توك حتى هننزل هنا وناخد تاكسي عشان نطلع على مشوارنا احنا يا هاني تاكسي يا بات انت الجننتي؟ بعدين مشوار ايه اصلا؟ مشوارنا يا هاني اللي في التحرير طيب خليكو انا كده كده اعدى على التحرير اي بقى نزلكو هناك بالمرة احنا مش رايحين التحرير يا سيف احنا رايحين اكتوبر اكتوبر يش ماني؟ مش احنا قولنا هنعدي على شريف وسوه عشان نروح السينما؟ ايه ده هو شريف راجع من البلد؟ الباشا من شوية قال ان هو رايح التحرير مفيش مشاكل روح التحرير ونزلنا مهماشا ناخد اي حاجة من هناك هشهشت احنا مش نروحين الاماكن دي؟ خلاص نزلنا المؤسسة وناخد مقربس وامرنا لله انت اللي بتسعبها؟ ومال هننزل هنا فين يعني؟ بقول لك ايه نزلنا المؤسسة يا اخي ما تلمسنيش قلتلك وبعدين انا ما عنديش مانع هنزلك المؤسسة لكن هنزلك مؤسسة ايه؟ مؤسسة مصر الخير، مؤسسة الوفاء والاعمل انا مش عارف مؤسسة مؤسسة يا هنم احنا هنركب تاكسي قلنا قل لي تاكسي تاكسي اعطي فاع انتي هتفع يا معافن يلا سلامه عليكم يلا استني، اديني المجلة الله هنتي مش قلت مش فاقية معاك المجلة المجلة بتاعت ماماميمي اصلا طيب ما احنا هنخلص على طول وهنيجي مش انتوا لسه هتخشوا السينما مش تدخلين السينما؟ ايوة دخلين السينما طيب خلاص يبقى سلامه عليكم والنبي على جنب بقى يا عريس شكرا والله سلامه عليكم كنا راحنا معاهم السينما اسكن بقى انا عملك اذا كنت مش فاهم حاجة حدقى ايه الاوبة ياستا؟ حدقى انتي مش راح التحرير هصاحبك بعدين يلا يعني هو المرسم بتاع جدك ده هنلاقي فيه كنز متبقاش اوفري يا سيف كنز ايدي فلوس عادي خلاص اول ما الراجل يطلع نمسكه نكتفه ونقوم ضربينه واخدين الفلوس لا هناخد منه المفاتيح ونروح المرسم اسكت بقى اصلا جاي عندي طاقة كده ومتحمس ان انا كتف حد طب خلين اعرف ده البيت ولا لو سمحت ده بيت عم سنجاري سنجاري ايه؟ ده بيت عم ردة مقفول واحنا جاينا قد دورة لو سمحت ده بيت بنداري عم بنداري سكن في اول دور طح اه شكرا ريحت وقلبت دون يا عم سنجاري اه انكي البندق اه 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 قله اه 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 اللي بنتي أصلي طالما الراجل شعره بقى رزي ولبس الربدة يعرف إن جوا فيه شق لبزات ولا ليه؟ اتفضلوا تعالوا تعالوا اتفضلوا يلا ايه ده؟ هيخلينا نتفرج شرفتولا اتفضلوا اتفضلوا فد ازيك يا انكلام بندق لا أرجوك ما تعليش صوتك عشان هنا أنا عايش الوحدي مش قلتلك الراجل ده بتاع شق لبزات والله والله أنا كان نفسي إن أنا أجي أزورك خصوصا بعد اللي حصل لبابا ده عشان كنت أتطمن عليك وعلى ماما ميمي وعلى شريان بص بايا انكلام بندق أنا مش عايزة أي بني قدم يعرف إن أنا جيت لحضرتك هنا بالزيت اللي اسمها الشريهين دي خلاص يا بنت خلاص خلاص اعتبر سردك ده في بير طب ده جدك الله يرحمه كان بيعتبرني أنا بير أسراره صندوق الأسود اللي بتحطي فيه كل الأسرار بتاعته الحمد لله بعد ما مات مفيش سر منهم لطلع قبل ما يموت ولا بعد ما يموت كويس قوي طب يعني لو أرز يعني إيه اللي فكركم بيا كده كلكم مرة واحدة كلنا مين هو أنا أعصد يعني أنت وخطيبي ده صح؟ ومش ده خطيبيك؟ آآ آآ خطيبة طبعا لأ ده مش خطيبي خلص ده واحد صحبي عادي بيتقول كده عشال حسد لو سمحتي أنكل عم بندق أنا كنت عايزة أطلب منك طلب كنت عايزة توديني المرسم بتعجي الدوق اللي في وسط البلد نفتحه أخد منه حاجة بس ونقفله تاني ونكفي على الخبر خبور بجور مبور مبور خلص خلص خبور وبور مبور إيه اللي أنت عاوزينه وقت ما أنت تكوني عاوزة تعملي كده قولي دي بس وأنا أجهز نفسي وافتع لك المرسم أعزك ده دلوقتي حالا دلوقتي ما دلوقتي ما ننجعش ما شايف عليه خلبوس عم بندق حبيبي عم بندق عم بندق عم بندق والحماتك شريهان نيلي عرفتي بقى ما ينفعش ليه دي آخر حاجة كنت تتخيلها شريهان وعم بندق لا أنا مش هنحبث بالسايب أول إيه إيه ده؟ عايز تحبث كمان بالشاي أنت هنا أنا دلوقتي بس عرفت الاسم مكاني الدبدوب ولا ولا لما نفسها أنا لازم أمشي من المكان القذر دوت هو إزاي حضرتك ما تقوليش إن السحلبة دي موجودة هنا ما أنت لازم تفهمي كويس قوي إن السحلبة دي قالت لي برضو إن أنا مقلكيش إن هي هنا السحلبة دي حبيبتي قالت السحلب وتيجي تاخد الفلوس من ورانا لا يا حبيبتي السحلبة دي اللي موجودة من بادري عشان تاخد الفلوس من ورانا حتى ما نفسك يا بتنتي السحلوبي رض عليها لم نفسك يا بتنتي الله 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 فيه يا دلوق طبعا إذنك كده؟ يا سحلبة يا سحلبة يا سحلبة طب أقولك على حاجة السحلبة دي تبقام ؟! حرام عليكِ واللهي الراجل حيموت انتي السبب وانا ماقلي هو إنا اللي كنت بدحته بالظهرية ما تقولي ليش كده فيوشي قولي فيز قولي فيوز chce حتى أنا ما تقوليش أنا كده فيوش المزهرية برضك انتي اللي بدىتي بالفيز أنا كنت عايزة أخباتك إنتي بس إنتي اللي مشيتني مكنتش عارفة أصلاً كده كده مكنتش عارفة أخباتك بالكوكاعة اللي على دماغك دي كوكاعة دابوني لا بس بقى إنتي وهي خلونا تشوف الراجل ده اللي حصله عنبندق عنبندق الراجل بيساوسوا يا جماعة طب ساوسولوا في ودنا ممكن يا إنتا شيو 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 وأصلاً إنتا إيه اللي جابك هنا؟ جاي معايا يا حبيبتي عشان ناخد فلوس جدي اللي هي حقي ونصيبي برضو هتقول لي فلوس جدي بص يا حبيبتي عشان نجيب من آخر كده أنا ليا في الفلوس دي زيك بالزبط بردكي أو غصبة عنك والمجلة معايا عايزة تكملي معايا في الحوار أهلاً وأسهلاً مش عايزة أنت حرة هي كده يعني أوكي الحمد لله بيقوها يا جماعة بس 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 كلبه وراح كلبه وراح خير الله خير الله جبت العيشة من اللي حاضرت وفتت لك عشرة اه اه جبنا العيشة وحطتنا في التلاجة الحمد لله انت مين؟ أنا العيشة من ملادي وأنا التلاجة لا لو سمحت يا عمي بندق مش وقتا في وقدان ذاكرة خالص عايزين نروح نشوف الفلوس انت مين؟ أنا نيلي عبدالله مكاوي نيلي نيلي والله أكبرت يا نيلي ايه يا عمي بندق في ايه؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن كل حاجة زي ما هي أنا مجيتش هنا بقالي خمستعشر سنة لكن كل حاجة زي ما هي المحلات المحلات اللي برا والعمويد بتاع طنور حتى الخشب ده كله كله ايه ربي ايه؟ مفيش حاجة بتتغير أبدا كل حاجة كده والعمويد والأبوة دي وكله كله كله ياه عالدنيا ياه ايه ده؟ حتى عم عبدالله من خمستعشر سنة دي قاعدته كبات الشاي والمتاع والله يمكن بس غير الجلبية لكن زكامي عبدو زكامي عبدو أخبرك ايه؟ ايش فاكرني يا رجل الزكرة بقى انتعرفين خمستعشر سنة فاكر عم عبدو الزكريات الحلوة ما كنت بتجيبني طبق الفول أو طحين أو زيت الحر ها؟ فاكر ياه تساعتها كان آخر طبق يعني ما حاسك تكش عليه زكامي عبدو حشني قوي 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 بس على فكرة يعني أنا مش عمي عبدو ياه 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 دي مش عمرت الضمنهوري؟ لا دي مش عمرت الضمنهوري عمرت الضمنهوري هناك هالي هناك دي هم هم طيب حت الله طب وانت ليه ما قادك هنا عم عبدو؟ برضو هتقول لي عم عبدو أنا ما اسميش عم عبدو ايه ده بس انت بتنكر نفسك ليه عم عبدو برضو هالي عم عبدو ما تعصبنيش والدهاء خلاص 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 يلا بينا عم بندو يلا يلا صاري عم عبدو برضو عم عبدو بس بس اللي في ايه؟ في ايه؟ تكذاب كذب ألا ألا أم عبدو تعالي كش بالكفوش انا مش شايف حاجة هو النور معطوع ولا ايه؟ ثاني واحدة هشد السكينة كله هيولع أوكي ياه منكبوت ما كان غريب ده ناسك خيوته مش مابود سيف ممكن ان تجي جنبي هنه ممكن سعجمنا في ايه لحظة بس با مختبوش ايه ده؟ Applications ما تمسك ش متمسك ش تراب هو جدك كان بيتبع منش حرفتك ايه ده؟ دان البتاع ده نكموس مين نكموس ده؟ و هو جيده غبي اااا الناس دي معتولة طبعا بجودك بس معت اذا ماتخافوش أنا حبّت أن أحاصل معاكو لأخذكو ووضdisplaystyle دا رائما المخايف تعالوا! متخافوش! أنا هَوَلّع السكينة السكينة أنا خاف منك إنتا ولا هاني البتاعة ده غريب قوي ده ميكي مين ميكي بقى اللي انت بتقوله واو انا مش قادرة اصدق ان انا في المكان اللي اترسم فيه اعداد ميكي يجيبه لغذي ميكي انا مش قادرة اصدق كمية التراب اللي انا وقفة فيها هو احنا جاين نسكن هنا احنا جاين ندوع على الفلوس شو 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 ايه هاقض استنى يا ميكيان كله اتراب اقرف لا يا حرف تعمل ايه تعمل ايه انت اعادي يا شو شو اعادي طب احنا جينا المفروض ندور على ايه بقى ما احنا زينا زيكة هوا مش فاهمين حاجة بس قادينا بنفكر بس اللغز بيقول ان الخزنة بتاعت الضمانهوري تسرقت تفتكوا فيه خزنة بقى هنا انا ما اعتقدش ان يكون فيه خزنة هنا لو فيه خزنة تبقى في قودة مكتب اه ولو موجودة هتبقى السرقت طب ما تجوا نشوف القودة دي يا جماعة ممكن تكون قودة المكتب تعال بقى لك يا سيد ايه خش دور على الخزنة هنا وانا هدور هنا اطراب قوي مفيش حاجة هنا مفيش حاجة هنا برضو مفيش ايه ايه اعمل لك كوبال شاي عشان تستحملوا بيها التراب دا؟ شكرا عم بندق مش عايزين شاي لانك لو عملتنا شاي هتوقت تاني وتجي تخدنا تاني فبشكرا مش عايزين حاجة خليكوا أفره خلاش انا هاشف جدا عم بندق يا لذيذ انتا في خزنة في المكان اللي احنا فيه دا؟ اكيد لا اكيد لا ولا تعمل زي عم عبد البواب لا 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 اكيد لا اصلي اه 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 انا بصراحة اللي فارش المكان دا حتة حتة مع جده ولو كان جده وجاب خزنة كان قال لي اصلا هو بميخبش علي حاجة ابدا خالص جده بحبني انت بتحب المكان دا؟ جدا جدا بما تنظفه بيجي لحساسية وبعد كده اقول لكم اللي حاجة بصراحة؟ انا ليه ذكرات جميلة جدا جدا ترى في اللوحة دي؟ ملا انا اللي بعلقه جبت مصمار عشرة سنتي صلب حطيته ماشا جده بشو قد جاله اهو رجت عنك اهو جاي تنزل طبعا اما نجي على صباحك ما جايش في المصمار لا جاي في المصمار وعلقت اللوحة وما انت عادي تعملي كده ليه فكرتك هتقول كده بحيب الساسبنس ياولاد اصلا هايف استنوا يا جماعة اللوحة دي هي هي اللي موجودة في المجلة وبعدين هنعمل ايه يعني باللوحة؟ ممكن تبقى الخزنة وراها ايه حبيبتي الافلام اللي انت عيشة فيها دي؟ وبعدين انت مش سامعت لاتي عما بندو بيقولك هوا اللي معلقها بنفسه حتى جاب التوبة والمصمار عشرة سنتي صلت وراح عامله كده وعمل التوبة جامد كده تش ما خبتتش في اسبوعه رح لا حطها عادي وبا ايه ده؟ الخزنة دي ليه رقم سري؟ اكيد طبعاً انت كمان هتعمل نفسك عارف ان فيه رقم سري؟ لا انا بقول اكيد ليه رقم سري بس ما قلتش ايه هو الرقم السري؟ طبعاً عشان ما تكذبش والسعي كده؟ تاريخ ميلاد جده كام؟ تلاتين عشرة اربعة وتمانين تعرف منين انت؟ اللي عارف منين؟ ايه عائل صغيرة عارف تاريخ ميلاد جده ده هداف الاقلي وافريقيا يا بنتي انا مش بتكلم على جده ده انا بتكلم على جدنا احنا اتنين وعشرين عشرة الف تسعمية اتنين وتلاتين يعني ناينتين؟ ماليش الاتنين قابل التلاتة ولا التلاتة قابل الاتنين؟ معروفاً التلاتة اكبر بالاتنين انتو بتقولوا اتنين وتلاتين فانا بتلخبط ما خلصني وبابلن ما بتفتحش طب جربي كده تاريخ ميلادي؟ تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني ما هو بيفتح الامل بتاعي الباسرود تاع الاتم متاع جده كم؟ يعني ايه الاتم دي؟ الاتم اللي هو الرقم القومي يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي الاتم دي البطاقة الاتيمة عشان كده اسمها الاتم اللي هي دلوقتي بيسموها الاتي مش لما تجد تخش المكان يقولك لو سمحت هات الاتي بتاعك صح هو ده انتو بتخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف اول مكان ده بيخلان نفكر بشكل متخلف نفكر بشكل علمي شوية انا ممكن شوف رقم العدد بتاع المجلة اللي معاك ده يعني ايه رقم العدد فين ده؟ رقم العدد الموجود على المجلة من بره اوكي استعي انا بس بعد اذنك بعد اذنكو بعد اذنكو ممكن بعد اذنكو اذنكو اه؟ لدعها شكرا